بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام أعزاء المتعلمين عزيزات المتعلمات أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس مقرر علم النفس والحياة موضوعنا اليوم إن شاء الله سيكون موضوع شيق موضوع يتبع الجهاز العصبي ولكن موضوعنا اليوم سنتحدث من خلاله عن الغدد الصماء وأثر هذه الغدد في سلوك الإنسان لحظات ومن ثم نعود لكم إن شاء الله أهلاً بكم من جديد نذكركم بموضوع حلقة اليوم وهو الغدد الصماء وأثرها في السلوك بودنا أن نعرف الغدد الصماء ما هي وأين موقعها بداية هي مجموعة من الغدد المنتشرة كما تلاحظون في الصورة هي مجموعة من الغدد المنتشرة في أنحاء الجسم وسميت صماء لأنها تصب إفرازاتها في الدم مباشرة لذلك سميت صماء ولاحظوا من خلال الصورة انتشار الغدد في جسم الإنسان في الرأس وفي الرقبة وفوق الكليتين وغدة البنكرياس وسنأتي إن شاء الله بالتفاصيل خلونا نعرف التعريف العلمي لمصطلح الغدد الصماء هي جهاز منظم يقوم بضبط وتنظيم وتنسيق كثير من الأنشطة المختلفة لأعضاء جسم الإنسان إذن الغدد جهاز منظم يقوم بضبط وتنظيم وتنسيق كثير من الأنشطة المختلفة لأعضاء الجسم وذكرنا بأن الغدد تصب إفرازاتها في الدم مباشرة وهذه الإفرازات تسمى هرمونات خلونا نعرف مفهوم الهرمونات هي مواد كيميائية معقدة التركيب تفرزها الغدد الصماء في الدم مباشرة فتنتقل عن طريق الدورة الدموية إلى أعضاء الجسم لتنشيطها والتنسيق بين أنشطتها إذن الهرمونات هي مواد كيميائية معقدة التركيب والهرمون يعني التنشيط أهم أنواع الغدد في جسم الإنسان أول غدة الغدة النخامية ومن خلال الصورة لاحظوا موقعها في الرأس الغدة الثانية الغدة الدرقية وموجودة في الرقبة وسنأتي بالتفصيل إن شاء الله في كل غدة الغدة الثالثة وهي غدة البنكرياس وموجودة في الرسمة أسفل المعدة والغدة الرابعة هي الغدة الكضرية وموقعها فوق الكليتين نتحدث عن الغدة النخامية ولاحظوا حجم هذه الغدة هي النقطة الصغيرة الغدة النخامية في الرأس حجمها صغير موقعها عند قاعدة الجمجمة في الفص الخلفي وصفها صغيرة الحجم والوزن وزنها يصل إلى نصف قرام وحجمها بمثل حبة الحمص الصغير هذا هو وصف العلماء التقديري لهذه الغدة بأن حجمها يصل مشابه لحجم حبة الحمص الصغيرة وبيضاوية الشكل على شكل بيضة أهم هرمونات هذه الغدة هرمون النمو هي الغدة التي تتحكم في النمو هرمون يتحكم في نمو الغدد الجنسية وكذلك في نشاطها هرمون يسحل عملية الولادة وهرمون يعمل على تكوين اللبن والهرمون الأخير هرمون ينظم كمية الماء في الأنسجة ويرفع ضغط الدم في الطوارئ تخيلوا إعجاز الله في خلقه غدة وزنها نصف قرام وحجمها حجم حبة الحمص الصغير تقوم بجميع هذه الأدوار منها النمو ونمو الغدد الجنسية وتكون اللبن وتسهيل الولادة ونسبة الماء في جسم الإنسان تخيل نصف قرام تتحكم في في هذه الوظائف وهذا إعجاز الله في خلقه الله سبحانه وتعالى قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه نصف قرام وحبة صغيرة تتحكم بجميع هذه الوظائف تخيل لو زاد أو نقص إفراز هذه الغدد إضافة إلى هذه المهام والوظائف إلى أنها كذلك تتحكم في إفراز الغدد الأخرى لذلك سميت هذه الغدد بالغدد المسيطرة أو الغدد القائدة وهنا سؤال علل سميت الغدد النخامية بالغدد المسيطرة أو الغدد القائدة لأنها تتحكم بكثير من وظائف الجسم وفي إفراز الغدد الأخرى عن طريق الهرمونات المنشطة لها فلذلك سميت بالغدد القائدة وسميت بالغدد المسيطرة الغدد النخامية يصفها بعض العلماء بأنها هي الملكة التي تسيطر على باقي الغدد الصماء أي إفراز يحتاجه أعضاء الجسم الأخرى من الغدد المسؤولة حتماً ستأتي الأوامر من الغدد النخامية إلى الغدد المسؤولة عن هذا العضو بالإسعاف أو إفراز الهرمون لهذا العضو لأنه بحاجة أوامر طلبات تأتي إلى الملكة وهي التي توزع الأوامر أو توزع الرسائل إلى باقي الغدد تنفيذاً لأوامرها تعطي الأوامر إلى الغدد الدرقية أو البنكرياس أو الغدد الكذرية في حال حاجة الجسم في حالة الطوارئ وسنأتي إلى التفصيل إن شاء الله عندما نصل إلى الغدد الكذرية أهم هرمون تفرزه الغدد النخامية هو هرمون النمو السؤال الغدد النخامية تفرز هرمون النمو بودي أن أسأل ماذا يحدث لو زاد إفراز هرمون النمو في فترة الطفولة والمراهقة في حالة زيادة إفراز هذه الغدد ماذا يحصل يؤدي إلى العملقة وزيادة إفرازه بعد الطفولة أو المراهقة يؤدي إلى كبر حجم الأعضاء الطرفية إذن زيادة إفرازه بعد مرحلة المراهقة يؤدي إلى كبر الأطراف وزيادة إفرازه قبل المراهقة يؤدي إلى العملقة سبحان القائل إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا أما في حال نقص إفراز الغدد النخامية فتوقعاتكم ماذا يحصل خلونا نشاهد يؤدي إلى القزامة في حال نقص الإفراز يؤدي إلى القزامة وفي حال زيادة الإفراز يؤدي إلى العملقة فكل شيء وكل خلق خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه بقدر فحتى إفراز هذه الغدد لا يزيد ولا ينقص وفي حال الزيادة أو نقص يؤدي إلى تشوى في الخلق ننتقل الآن إلى الغدد الثانية وهو الغدد الدرقية كما تشاهدون أو تلاحظون الصور الموجودة الآن للغدد الدرقية موقعها أسفل الرقبة أمام القصبة الهوائية هذا هو موقعها أهم هرموناتها تفرز هرمون الثيروكسين الذي ينظم معدل سرعة الأيض يؤدينا أن نقف عند مفهوم الأيض هو مجموعة التفاعلات الكيميائية التي تحدث في المواد الغذائية في الكائنات الحية الأيض أو التمثيل الغذائي أو عملية الهدم والبناء وحد يقول هدم وبناء نعم يقوم الجسم بتكسير وهدم المواد الغذائية الرئيسية مثل الدهون والكربوهيدرات والبروتينات من أجل توليد و إنشاء مواد الغذائية هذا عملية الهدم أما عملية البناء كما هو محاصل في المجال المعماري عندما تقوم بتكسير شيء لتبني مكانه شيء آخر فالبناء هو استخدام الأجزاء التي تم تكسيرها في عملية الهدم لبناء مواد غذائية وطاقة في الجسم جسم الإنسان يمتص غذاء فيحول هذا الغذاء إلى فيتامينات وإلى مواد غذائية ليستفيد منها جسم الإنسان ماذا يحدث لو في حال ضعف نشاط الغدة الدرقية تخيل ماذا يحدث في الإنسان يؤدي إلى إيقاف النمو الجسمي أو الجسدي والتخلف العقلي والتبلد فيميل الإنسان إلى الكسل والنعاس والتعب وزيادة الوزن وتساقط الشعر وصولا إلى الاكتئاب الله أكبر كل هذا بفعل الغدة الدرقية في حال نقص إفرازها شو في قدر الله سبحانه وتعالى كل شيء بقدر كل شيء يخلق الله سبحانه وتعالى في قدر ويتحكم فيه كذلك فكل هذه الأمور تحدث بفعل نقص أفراز هذه الغدة من خلال الرسمة تساقط الشعر وزيادة الوزن وصولا إلى الاكتئاب أما في حال زياد أفراز هذه الغدة ماذا يحصل سرعة النمو وزيادة النشاط وارتفاع ضغط الدم وجحوظ العينين ويكون الفرد في حالة عصبية دائمة وحاد المزاج ويصاب بالأرق ونقص الوزن تخيل في حال الزيادة وفي حال النقصان الله أكبر شوف علم النفس كيف يدرس البعض البعض وصف علم النفس بأنه علم يختص فقط من المتخلفين لا علم النفس له دور كبير في تبصيرنا بأنفسنا لنعرف قدرة الخالق سبحانه وتعالى في خلقنا فهذا هو دور علم النفس إذن عرفنا من خلال الصور لاحظ جحوظ العينين كذلك الأرق والحالة العصبية الدائمة كلها بسبب زيادة إفراز هذه الغدة البنكرياس وهو الغدة الثالثة من الغدد الصماء ولاحظوا مكانه موجود تحت الطحال وتحت المعدة المعدة موقعه تحت المعدة أهم الهرمونات التي يفرزها البنكرياس الأنسولين البنكرياس غدة مزدوجة لها إفرازين دعونا نرى الإفراز الداخلي وهو الإفراز الأول إفراز داخلي وإفراز خارجي أولاً الإفراز الداخلي وهو الأنسولين المقصود بالإفراز الداخلي أي إفراز في الدم مباشرة لأنها غدة صماء كما ذكرنا بينها تصب إفرازاتها في الدم مباشرة فعندما نقول البنكرياس غدة مزدوجة بمعنى له إفرازين إفراز داخلي وإفراز خارجي داخلي أي داخل الدم مباشرة و خارجي خارج الدم عرفنا الآن الإفراز الداخلي وهو الأنسولين ليتحكم في كمية أو نسبة السكر في الدم الإفراز الخارجي وهو العصارة البنكرياسية لعملية هضم الغذاء ماذا يحدث لو نقص إفراز الأنسولين في جسم الإنسان توقعاتكم إذا نقص الأنسولين في جسم الإنسان ماذا يحدث يمكن في أحد من العائلة يعاني من موضوع الأنسولين و زيادتها أو نقصه ما في أحد في بيوتنا إلا لابد أن يعاني من الأنسولين أكثر الأمراض الشائعة الأنسولين وهو السكر لأنه له علاقة مباشرة بنسبة السكر في الدم في حال الزيادة و في حال النقصان إذا ماذا يحدث لو نقص الأنسولين في الجسم يؤدي إلى زيادة السكر في الدم و في البول أما إذا زاد الأنسولين في الدم فماذا يحدث توقعاتكم؟ يؤدي إلى نقص السكر في الدم مما يسبب الشعور بالتعب و زيادة التعرق أنتوا تشوفون أحيانا إذا الواحد صار عنده زيادة الأنسولين و نقص السكر عندك أحيانا لما يشوفنا واحدا ما يقول والله هبط السكر عنده نسمع دائما من أهلنا ففعلا في حال نقص السكر في الدم على طول شعور بالتعب و زيادة التعرق شحوب الوجه و الإحساس بالبرد و قد يصاب الفرد بغيبوبة عميقة قد تؤدي إلى الوفاة إن لم يحقن بالجليكوز و هو نسبة سكر حتى تعادل نسبة الأنسولين أو نسبة السكر في الدم فإذا عرفنا وظيفة البنكرياس له أفرازين داخلي و خارجي داخلي في الدم مباشرة و خارجي خارج الدم في الدم ليتحكم في نسبة السكر و خارج الدم لعملية الهضم الغدة الكذرية و هي الغدة الرابعة من الغدد الصمى أين موقعها؟ لاحظوا من خلال الرسمة توجد الغدتان فوق الكليتين فوق كل كلية توجد غدة كذرية إذن عرفنا موقعها فوق الكليتين أهم هرموناتها هو هرمون الأدرينالين و يسمى هرمون الطوارئ لأنه له وظيفة في حالة الطوارئ أو في حالة الانفعالات علل سمي هرمون الأدرينالين بهرمون الطوارئ لماذا سمي بهرمون الطوارئ؟ لأنه يقوم بتهيئة جسم الإنسان لمواجهة الخطر فيحدث عدة تغيرات فيسيولوجية مهمة في جسم الإنسان ما هي هذه التغيرات؟ لاحظ معاي زيادة سرعة دقات القلب و شدتها النقطة التالية انقباض الأوعية الدموية في الإحشاء و اتساع الأوعية الدموية المتجهة للأطراف لأنها في حالة انفعال لذلك تلاحظون في حالة الانفعال احمرار الوجه الإنسان إذا انفعل أو إذا عصب أو إذا زعل تلاحظون وجهه يحمر على طول و السبب اتجاه الدم مباشرة إلى الأطراف لاستخدام القوة في حالة الانفعال إذن زيادة ضربات القلب اتساع الأوعية المتجهة للأطراف ليتجه في أوامر أوامر للغدة الكذرية من الغدة النخامية احنا قلنا أنها هي المسيطرة بإفرازات الغداد أعطت أوامر للغدة الدرقية بأن تفرز الهرمون اللي هو هرمون الإدرانيين ليعمل هذه الوظائف تكلمنا عن وظيفتين ننتقل إلى الوظيفة الثالثة وهي ارتفاع ضغط الدم و دفع الكبد إلى إفراز كمية من السكر و مقاومة التعب و سرعة تجلط الدم و اتساع حدقة العين و ارتخاء المثانة البولية و الشعب الهوائية إذن عرفنا وظيفة و مهام الغدة الكذرية أو هرمون الإدرانيين في حال الطوارئ الإنسان إذا زعل أو إذا عصب يحتاج إلى طاقة في حال الانفعال على طول تأتي الأوامر من الغدة النخامية إلى الدرقية بإفراز الأدرانيين و الذي يقوم بهذه المهام إذن تكلمنا في حلقة اليوم عن الغدد الصماء و أنواع الغدد و تحدثنا عن أنواع الغدد بالتفصيل منها الغدة النخامية و الغدة الدرقية و الغدة البنكرياس و كذلك آخر غدة اللي هي الغدة الكذرية و وقفنا عند أهم إفرازات لهذه القدد بيودي أن أتحدث أو أستعرض معكم بعض الأسئلة في تقويمنا الختامين لنتذكر المعلومات و لتأكد من استيعابكم لموضوع درسنا اليوم ما النتائج المترتبة على زيادة إفراز هرمون الأنسولين في الدم إذا زاد الأنسولين في الدم ماذا يحدث؟ يؤدي إلى نقص السكر و إذا نقص السكر في الدم تسبب في الشعور بالتعب و زيادة التعرق و شحب الوجه و الإحساس بالبرد و قد يصاب الفرد بقيبوبة عميقة قد تؤدي إلى الوفاء اللي لم يحقن بالجليكوز أمامنا الآن فقرة بودنا أن نقرأ هذه الفقرة و نحاول أن نجيب على الأسئلة التي تليها ينتشر في جسم الإنسان مجموعة من الغدد الصماء و لكل غدة هرمون خاص بها ينتقل عن طريق الدورة الدموية إلى جميع أجزاء الجسم السؤال الأول عرف ما تحته خط الهرمون هو مادة كيميائية معقدة التركيب تصب في الدم مباشرة عن طريق الغدد السؤال التالي سميت الغدد الصماء بذلك الاسم لماذا سميت بالغدد الصماء؟ لأنها تصب إفرازاتها في الدم مباشرة في حال نقص هرمون النمو قبل البلوغ ماذا يحدث؟ يؤدي نقص هرمون النمو قبل البلوغ إلى القزامة زيادة إفراز هرمون الغدد الدرقية فماذا يحدث؟ يؤدي إلى سرعة النمو و زيادة نشاط الفرد و ارتفاع ضغط الدم و جحوظ العينين و يكون الفرد في حالة عصبية دائمة و حاد المزاج و يصاب بالأرق و ينقص وزنه اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية يشير الرقم ثلاثة إلى غدة صماء تسمى هل هي الغدة النخامية ام الغدة الدرقية ام الغدة الكذرية ام البنكرياس لحظات لنفكر رقم ثلاثة في الصورة اي غدة نختار الإجابة الآن الغدة الدرقية عرفنا في موضوعنا اليوم الغدد الصماء و أثر هذه الغدد في سلوك الفرد تحدثنا عن أفرازات الغدد و عن نسب الأفراز السؤال من الذي علم هذه الغدد أن تفرز هذا الهرمون و كيف عرفت هذه الغدد بحاجة الجسم لهرمون هذه الغدة أنه الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه في نهاية حلقة اليوم أتمنى أنكم قد استفدتم من موضوعنا اليوم و هو كان بعنوان الغدد الصماء على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة و مواضيع أخرى من مقرر علم النفس و الحياة حتى ذلك الحين نلقاكم على خير إن شاء الله و إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر